بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد في هذا اللقاء سأتكلم بإذن الله تعالى عن قضية مهمة تعتبر من أهم قضايا الأسرة وهي قوامة الرجل على المرأة سأتحدث عن مفهومها وعن مقتضاها وعن أسبابها وبعض ما يتعلق بها وبداية أقول إن الله جل وعلا خلق الناس وجعل منهم رجالا ونساء وأزواجا وزوجات وخلق سبحانه وتعالى الرجل ليؤدي دوره في الحياة وأحله لهذا الدور وخلق سبحانه وتعالى المرأة لتؤدي دورها في الحياة وأحلها أيضا لهذا الدور الرجل بطبعه قوي البدن يستطيع السعي في الأرض لطلب الرزق والله جل وعلا منحه القدر على التحمل وعلى الصبر وأما المرأة فبطبيعة حالها رقيقة البدن رقيقة المشاعر تكوينها الجسمي مؤهل لأمور تخصها كالحمل والرضاعة والتربية أيضا يعينها على هذا عاطفة المرأة التي تعطيها القدرة على الاهتمام والرعاية والعاطف والعناية بالأطفال وإذا نظرنا بتأمل إلى دور الرجل والمرأة في الحياة وجدنا أن حمل المرأة ربما يكون أعظم وأكبر من حمل الرجل ومسؤولية المرأة أخطر من مسؤولية الرجل فهي التي تحمل وتلد وترضع وتربي وترعى شؤون البيت من الداخل وتوفر السكن النفسي للزوج وكذلك للأبناء والأولاد ومن غير العدل أن نطالب المرأة مع كل هذه المسؤوليات بالخروج من بيتها لطلب الرزق والسعي في تحصيله الله جل وعلا عدل سبحانه وحكيم جاءت عدالته جل وعلا لتجبر الرجل على القيام بتأمين كل ما تحتاجه الأسرة من السكن والطعام واللباس وأمور النفقة كلها بينما المرأة لا تتحمل من هذه الأمور شيء القوامة قبل أن أتكلم عن معناها وعن مفهومها أذكر بعض الحقائق التي لها تعلق بهذه المسألة نقول أولا أن من الضروري وجود رئيس مسؤول عن هذه الأسرة يرعاها ويتحمل مسؤوليتها وإذا حملنا المرأة هذه المسؤولية مع ما ذكرناه من مسؤوليات متعلقة بها لظلمناها لأنها قيد قادرة على مزاحمة الرجال ومقارعتهم ولو جعلنا هذه المسؤولية مشتركة بين الرجل وبين المرأة لم استقامت أحوال الأسرة لأن كل واحد من الزوجين يريد أن يستأثر برأيه أيضا المرأة دائما بطبيعتها تحتاج إلى حماية الرجل فنراها دائما تلجأ بالفطرة إلى زوجها أو إلى أبيها أو إلى أخيها حينما تشتد عليها الحاجة الأمر الآخر المرأة بطبيعتها تغلب جانب العاطفة على الأقل مع أنها تملك الأقل ولكن الرجل غالبا كثيرا تروي قبل الإقدام في اتخاذ القرارات وهذا يؤدي إلى نتائج إيجابية على مصلحة الأسرة الأمر الآخر أن المرأة تتميز بالرقة والحياء والرجل يتميز بالخشونة والقوة وفي إعطاء المرأة قيادة الأسرة ربما يكون في هذا ضياع للحقوق لأنها تعجز كما ذكرت قبل قليل عن مزاحمة الرجال وعن المواجهة الجسدية وكذلك المواجهة الكلامية أيضا بالإضافة إلى ما يعتري المرأة من الأعذار الشرعية وإلى ما تتعرض له من أمراض أكثر مما يتعرض له الرجل هذه الأمور مجتمعة تجعل الأحق بالقوامة هو الرجل وهذا أيضا يؤيده قول الباري جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم القوامة تعني القيام على تحمل المسؤوليات وأداء الواجبات بأن يكون الزوج أمينا على زوجته راعيا لها يتولى أمرها ويصلح حالها ويقوم عليها آمرا وناهيا كما يقوم الوالي على رعيته معنى القوامة أن يكون الرجل قائم على زوجته وأمير عليها وعليها أن تطيعه في هذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى أهل الرجل للقيام بهذه المهمة بكثير من الإمكانيات والقدرات والصفات التي لا تملكها المرأة وكذلك بما بدله من أموال للمرأة من مهر ونفقه فالقوامة كما ذكرت وأؤكد تستلزم حفظ الزوجة وصيانتها ورعايتها وإصلاحها والقيام على شؤونها وحسن معاشرتها أيضا والإحسان إليها ولا يعني هذا أن القوامة ظلم واستبداد وقهر وإهانة لا هذا يعارض قول الباري جل وعلا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان القوامة كما أسلفت قائمة على تحمل المسؤولية وأداء الواجب فالرجل حينما يقوم بذلك إنما يؤدي ما أوجبه الشرع عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لكن أيضا لا يعني هذا أن المرأة لا تتحمل شيء من المسؤولية لا المرأة تتحمل مسؤولية في الأسرة والرسول صلى الله عليه وسلم هو من حملها المسؤولية بقوله صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها لكن القوامة كانت بيد الرجل لأسباب ذكرتها في ثنايا حديثي وأفصلها الآن أذكرها إجمالا أن الرجل يتميز بكمال العقل والتمييز ولا يعني هذا أن المرأة لا تملك العقل بل هي تملكه أيضا كمال الدين بالإضافة إلى بذل المال في المهر وفي النفقة وأكد أيها الإخوة على قضية مهمة وهي أن القوامة لا تعني استبداد الرجل وتسلط على الأنثى الحياء الأسرية قائمة على التعاون على التآلف على التراحم على المحبة كما في قول الله جل وعلا وجعل بينكم ودة ورحمة وأكد أيضا على قضية مهمة أن قوامة الرجل على المرأة ليست عيبا في المرأة ولا ظلما لها ولا استطال عليها لأن المرأة كما ذكرت قبل قليل تحتاج بفطرتها إلى من يرعاها وهي أيضا تحب الرجل الذي يقوم بهذا الدور أفضل قيام ولذا نرى على اختلاف العصار إعجابها بالفرسان والشجعان القوامة هذه لا يمكن أن تجعل في يد الرجل والمرأة معا كما ذكرت قبل قليل لأن الحياة فيها لن تستقيم ولو حدث هذا فإن كل منهما يريد تسيير شؤون هذه الأسرة حسب ما يراه فتسري المشاكل وتدب الفوضى في محيط الأسرة وبالتالي تأتي هذه المشاكل على أركان الأسرة وتقوض بنيانها وهذا يحصل في الأسر الغربية في هذا الوقت أيها الإخوة والأخوات إذا كان بعض الأزواج قد أساء استخدام هذا الحق فلا يعني هذا أنه طبق الإسلام وتوجيهات الإسلام كما هي لا لا نجعل تصرفات الأفراد حجة على الإسلام أو هي الإسلام بعينه لا تصرفات الأفراد وسلوك الأفراد شيء والإسلام بحقيقته ونزاهته وعدله شيء آخر فإذا خالف الأزواج استخدام هذا الحق فإنهم خالفوا حدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال استوصوا بالنساء خيرا وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة شكرا